ويريكم آياتي فأي آيات اللي تنكرون بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوف نتحدث اليوم عن حقيقة سوف يتعرض لها كل واحد منها النفخ في الصور لقد تحدث القرآن عن هذه الحقيقة كأول مرحلة من مراحل يوم القيامة النفخ في الصور حيث إن هذه النفخة تصعق جميع المخلوقات فتفنى ثم ينفخ نفخة أخرى ينفخ في الصور نفخة أخرى فإذا هم قيام ينظرون يحشر الله جميع الخلق في النفخة الثانية هناك أيها الأحبة بعض الأسرار العلمية نحن اليوم نعيش في عصر العلم لذلك سوف نعيش في رحاب آية تحوي إعجازا مذهلا وآيات أخرى أيضا وصف لنا الله تبارك وتعالى فيها حقائق علمية تتجلى حول أسرار يوم القيامة لا يزال العلماء حتى اليوم يحتارون في تفسيرها طبعا الله تبارك وتعالى يقول ونفخ في الصور هذه هي النفخة الأولى أيها الأحبة ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض كل الكائنات الحشرات النباتات ومن في السماوات الملائكة كل شيء ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون أول شيء عندما يخرج الإنسان ترى بصره خاشعا ينظر لأنه منبهر يعني يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارة وما هم بسكارة الضغوط النفسية الصعبة جدا أيها الأحبة تفقد الإنسان توازنه فيظهر وكأنه سكران وما هم بسكارة من شدة أهوال ذلك اليوم تجد كأن الإنسان شرب الخمر أو مخدرات وفقد عقله لا يدري ماذا يفعل ولا يدري ما الذي يحدث وترى الناس سكارة وما هم بسكارة ولكن عذاب الله شديد الحقيقة أيها الأحبة أنا أحببت أن أتساءل معكم اليوم ما هي حقيقة النفخ في الصور ما هو تأثير الصوت على الإنسان ما علاقة الصاعقة بالنفخ في الصور فصاعقة من في السماوات ومن في الأرض والسؤال أيضا هل تحوي هذه الآية وغيرها طبعا من الآيات هل تحوي حقائق علمية عن تأثير الصوت العالي على الإنسان هل وصف لنا الله بدقة ما يسميه العلماء اليوم بالأسلحة الصوتية المدمرة طبعا سوف نتأمل بشيء من التفصيل هذه الحقائق الممتعة ونرى كيف أن القرآن أنبأ عنها في زمن لم يكن أحد يعلم شيئا عن الأسلحة الصوتية أو عن تأثير الترددات الصوتية العالية المدمرة ولم يكن أحد يعلم شيئا عن قوة الصوت ولكن القرآن أنبأ عن كل هذا بتفصيل دقيق علمي يشهد على أن يوم القيامة سيأتي ولا مفر منه طبعا أيها الأحبة قبل ذلك دعوني أتأمل معكم ما هو الصوت الصوت أحبة في الله هو عبارة عن اهتزازات ميكانيكية تنتقل في الهواء نتيجة انضغاط وتمدد هذا الهواء تنتقل هذه الاهتزازات على شكل موجات صوتية وتؤثر على طبلة الأذن فتجعلها تهتز وبالتالي بعد أن تهتز تنقل هذه الاهتزازات إلى الدماغ الدماغ يقوم بتحليل هذه الاهتزازات ويصدر أوامره للجسم يتفاعل مع هذه الترددات الصوتية ويصدر أوامره اتباعا لنوع هذا التردد طبعا الصوت يؤثر على الإنسان بشكل كبير وبخاصة إذا كانت قوة الصوت عالية كما يؤدي إلى اضطرابات فيزيولوجية ونفسية مدمرة جدا على نظام عمل الجسم طبعا المجال الصوتي الذي نسمعه أيها الأحبة يتراوح بين عشرين هيرتز الهيرتز هو يعني ذبذب في الثانية نسبة لأحد العلماء الذي وضع هذا المقياس أو هذه وحدة القياس هذه ذبذب في الثانية تسمى هيرتز إذن المجال الصوت الذي نسمعه يتراوح بين عشرين ذبذب في الثانية إلى عشرين ألف ذبذب في الثانية أو عشرين ألف هيرتز طبعا أيها الأحبة هذه يعني الترددات هي التي يسمعها الإنسان الأقل من عشرين ذبذب في الثانية أقل من عشرين هيرتز تعتبر موجات تحت صوتية إنفرا ساوند والترددات التي تزيد عن عشرين كيلو هيرتز يعني أكثر من عشرين ألف ذبذب في الثانية أو هزة في الثانية هذه تعتبر ترددات فوق صوتية أو ألترا ساوند تقاس طبعا أيها الأحبة قوة الصوت بواحدة تدعى الديسبل وطبعا عندما تصل قوة الصوت إلى مئة وعشرين ديسبل ماذا يحدث تتعرض الأذن لآلام واضحة تشعر بآلام في أذنك أكثر من مئة وعشرين ديسبل طبعا يعني صوت قوي جدا عند مئة واربعين ديسبل تنفجر طبلة الأذن دقيقوا أيها الأحبة لأن القرآن أنبأ عن هذه المسائل العلمية الدقيقة فوق مئة واربعين ديسبل ماذا يحدث تنفجر طبلة الأذن وعند مئة وخمسين ديسبل يبدأ القفص الصدري بالاهتزاز تصوروا أن العظام تهتز نتيجة شدة هذا الصوت طبعا يتعرض الإنسان فوق مئة وخمسين ديسبل للغاثيان والسعال بشدة لأن هذه الذبذبات بدأت تؤثر على خلايا الجسم وخلايا الرئتين فيصبح يعاني من سعال شديد وضيق شديد في الصدر يضيق صدرهم طيب ماذا يحدث عند مئتين ديسبل عند مئتين ديسبل أيها الأحبة وفوق تنفجر الرئتان الرئتان تنفجر تنفجران ثم أكثر من ذلك تتأذى كل أنحاء الجسم وتنتهي باضطرابات في عمل القلب والدماغ وتكون نتيجة هيال الموت إذا رفعنا قوة الصوت أكثر من مئتين ديسبل يتعرض تتعرض كل أجهزة الجسد للإهتزاز العنيف وتضطرب أنظمة عمل الجسد ويتفتت هذا الإنسان يتفتت ويموت شيء غريب والله أيها الأحبة يعني الصوت له قوة مدمرة جدا جدا أكثر مما تتصورون ولا يستطيع شيء أن يحول بينك وبين الصوت إلا الفضاء وأنت تعيش على أرض فيها هواء لا تستطيع أن تعيش بدون هواء وبالتالي إذا أراد الله أن يعذب قوما بالصيحة أو بالصوت لا يستطيع شيء أن يحول بين عذاب الله وبينهم يعني قد ينجو الإنسان بنفسه من طوفان من زلزال من حريق يختبئ أما الصوت لا تستطيع لأنه ينتقل عبر الهواء وبما أنك بحاجة للهواء فسوف يصل إليك هذا الصوت ويفتتك كما حصل مع أصحاب الحجر الذين قال الله تعالى وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين يظنون أن هذه الجبال تحميهم يحفرون وينحتون قصورا وبيوتا داخل الجبال ولكن الله أرسل عليهم الصيحة التي لا تستطيع الجبال مقاومتها ولا يستطيع أي شيء أن يقف في طريقها فدمرهم تدميرا بالصوت سبحان الله طبعا أيها الأحبة العلماء يخبروننا أن الإنسان عندما يتعرض لترددات صوتية عالية جدا فإن درجة حرارة الجسم ترتفع ثم يبدأ بالاحتراق يحترق تصوروا أيها الأحبة قوة هذا الصوت كيف يحترق الإنسان بسبب الصوت العالي جدا جدا بسبب موجات الضغط العالية التي تسخن الهواء لأن قلنا إن الصوت هو عبارة عن موجات فتصور أن ذرات الهواء عندما تنضغط وتتمدد تحتك بشدة ببعضها احتكاك هذه الذرات يرفع من حرارة الهواء المحيط بالإنسان فتسخين هذا الجسم لدرجة محددة يبدأ بالاحتراق وعندما تكون الترددات الصوتية عالية جدا والصوت شديد فإن هذا سيولد فقاعات في الجسم وجروح دقيقة ويبدأ النسيج العظمي بالتمزق ويصبح الإنسان غثاء كغثاء السيل يصبح غثاء فقاعات سبحان الله يعني والله الإنسان يعجب من هذه الحقائق العلمية ويعجب أكثر عندما نكتشفها الآن في كتاب الله في كتاب يقولون عنه إنه أساطير انتظروا أيها الأحبة الصوت أيها الأحبة يؤثر ليس فقط على الأذن بل على العظام والجلد وتجاويف الجسم والقلب والدماغ والنظام العصبي ويقول العلماء إن التأثيرات الحقيقية للأصوات الشديدة لا تزال مجهولة حتى الآن لأن العلماء لم يستطيعوا أن يصلوا إلى سرعات أو إلى ترددات عالية جدا أو إلى ديسبل عالي جدا الذي وصلوا إليه أكد لهم أن الإنسان يحترق ويتفتت كغثاء السيل طبعا أيها الأحبة سرعة الصوت عند مستوى سطح البحر تم قياسها وهي بحدود 1223 كيلو متر في الساعة طبعا عند الشروط القياسية التي يحددها العلماء من ضغط جوي ودرجة حرارة ورطوبة إلى آخرين هذه السرعة 1223 كيلو متر في الساعة يمكن إذا تجاوزتها مثلا الطائرة يقولون يعني تم اختراق جدار الصوت فتتشكل صدمة أو موجة اهتزازية عنيفة تؤدي إلى تكاثف جزيئات البخار وتشكيل غيمة مؤقتة في خلفية الطائرة عندما تخترق جهاز الصوت ويمكن يعني كثير أن يروا صورا لاختراق جدار الصوت وهذه الغيوم التي تتشكل طبعا أيها الأحبة الآن أود أن أحدثكم عن الأسلحة الصوتية هذه الأسلحة من أغرب أنواع الأسلحة التي فكر بها العلماء حديثا طبعا هناك محاولات كثيرة ولكن معظمها يفشل بسبب عدم امتلاك البشر حتى الآن هذه الأجهزة أو هذه الإمكانية العلمية لاختراع السلاح يصعق الإنسان بمجرد الصوت وكأن الله سبحانه وتعالى اختص بهذا النوع من أنواع العذاب يعذب به من يشاء من هؤلاء الكافرين سبحان الله طبعا أيها الأحبة الآن دعوني أتأمل معكم الصوت والصائقة الترددات الصوتية العالية تسبب انضغاطا عنيفا للهواء في مناطق محددة وتمدد في مناطق أخرى تمدد مفاجئ طبعا فإذا كانت موجات الضغط متقاربة جدا تجعل جزيئات الهواء تحتك ببعضها بعنف مما يولد كمية كبيرة من الحرارة طبعا ما يحدث أثناء صاعقة البرق هو العكس حيث يتمدد الهواء فجأة بسبب الارتفاع الكبير في درجة حرارة البرق بحدود 28 ألف درجة مئوية تصوروا درجة حرارة شعاء البرق يسخن الهواء عندما يضرب يسخن الهواء إلى 28 ألف درجة مئوية هذه الدرجة أكبر بكثير من حرارة سطح الشمس التي هي 5000 درجة مئوية فقط بسبب هذه الحرارة تحدث موجات ضغط تصلنا على شكل ما يسمى بالرعد ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها ما يشاء ربط القرآن بين الصاعق ذات الصوت العنيف وبين الرعد وهناك علاقة وثيقة بينهما طبعا أيها الأحبة إذن نستطيع أن نقول هناك علاقة عكسية بين الصوت والصعق أو الحرارة العالية أو المفاجئة ومن الممتع أن نذكر هنا بأن أحد الباحثين يحاول الاستفادة من الحرارة في توليد الكهرباء حيث يقوم بتحويل هذه الحرارة الناتجة عن احتراق الوقود مثلا إلى صوت ومن ثم يحول الأمواج الصوتية إلى كهرباء إذن هناك علاقة بين الصوت والحرارة علاقة غريبة جدا يعني طيب أنا أود أن أتأمل معكم آيات القرآن ماذا يقول القرآن عن هذه الحقائق هل ذكر لنا شيئا من هذه الحقائق العلمية نعم أيها الأحبة الله تعالى يقول عن أولئك الذين أهلكهم الله وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كتل جاثمة وقال أيضا وأما ثمودوا فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون سبحان الله إذن الصاعقة أو الترددات الصوتية القوية جدا التي تصعق الإنسان وتحرقه الصوت فقط أيها الأحبة إذن الصوت له قوة قوة إحراق إذا كان هذا الصوت عالي جدا طبعا أيها الأحبة كذلك القرآن تحدث عن القوة التدميرية للصوت قوة أهلك الله بها بعض البشر مثل قبيلة ثمود قال تعالى فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنّا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لا آية لقوم يعلمون إذن أيها الأحبة الصوت هو سبب في التدمير تدمير الطغاة وبيوتهم أيضا يؤكد الباحثون في هذا المجال أن الترددات الصوتية عند قوة معينة تكون مدمرة وتفتت أي شيء حتى الصخور الصخور تستطيع أن تفتتها سبحان الله طبعا أيها الأحبة في آية أخرى تحدثت عن عذاب قبيلة ثمود يقول الله تبارك وتعالى إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدًا فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ هل تتفق هذه الآية مع الحقيقة العلمية التي ذكرناها أن الصوت القوي جدا جدا يمكن أن يفتت الإنسان ويحوله إلى أجزاء صغيرة مثل الهاشيم إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدًا فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ سبحان الله فكيف كان عذابي ونذر طبعا أيها الأحبة في اللغة هاشيم المحتضر هو المرعى اليابس المحترق والشوق لو رجعنا إلى التفسير نجد أن الهاشيم المحتضر مرعى يابس محترق بسبب أشعة الشامس بسبب عوامل الطغز وفيه أشواك وفيه طبعا في تفسير ابن كثير يعني يقول الله تعالى فأخذتهم الصيحة بالحق فأخذتهم الصيحة الصيحة يعني الصوت بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين فجعلناهم ماذا غثاء ماذا يعني الغثاء طبعا في القاموس المحيط الغثاء هو البالي من ورق الشجر والمخالط لزبد السيل طبعا هنا أيها الأحبة نجد أن القرآن يصف لنا قوة تأثير الصوت ونتائج هذا هذا الصوت المدمرة كيف يحول البشر إلى ما يشبه الغثاء ما يشبه الهاشيم المحتضر ما يشبه هذه تتفتت أجسامهم العظام تتفتت يعني هذا وصف دقيق جدا أيها الأحبة من يستطيع أن يصوره لنا قبل أربعة عشر قرما هنا أنا أود أن أتساءل أيها الأحبة بل أود أن أوجه سؤال لكل من يشكك بهذا القرآن وأقول له أنت تدعي أن القرآن من تأليف محمد عليه الصلاة والسلام السؤال موجه لك أيها الملحد كيف علم هذا النبي الأمي وهذه الآيات معظمها في مكة المكرمة في بدايات الدعوة كيف علم هذا النبي الكريم بأن الصوت يمكن أن يدمر أي شيء ويفتت الأشياء ويحولها إلى غثاء أو إلى هشيم وأن الصوت يمكن أن يحرق الجواب أيها الأحبة أن الله تعالى هو الذي علم هذا النبي الكريم طبعا من الأشياء الرائعة في هذه المعجزة أنها تصف لنا بدقة ما يراه الكفار أثناء تعذيبهم وهذا الأمر ليس باستطاعة أحد أيها الأحبة لا يستطيع أحد أن يصف لك كيف مات لأنه لم يرجع أحد من الموت ليصف لنا طبعا الأذن هي العضو الأكثر تأثرا بالترددات الصوتية القوية ثم قلنا الرئتين والقلب والدماغ وأخيرا تتأثر العين لذلك فإن المعذب بالصوت أو بالصيحة أو بالصائقة يرى نفسه وهو ينهار شيئا فشيئا وهذا ما حدث مع قبيلة ثمود حيث أصابتهم الصائقة وهم ينظرون لذلك قال تعالى وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصائقة فأخذتهم الصائقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين سبحان الله العين يعني التأثير على العين يأتي متأخرا فتأثرت الأذن والقلب والرئتين والجلد وهم ينظرون يعني تصوروا سبحان الله شدة هذا العذاب أن إنسان قبل أن يموت يرى نفسه وهو يعذب ربما هذا سر أيها الأحبة من أسرار إهلاك بعض الأمم الذين استكبروا مثل ثمود استكبروا كثيرا أهلكهم الله بالصيحة لكي يروا أنفسهم وهم يعذبون فأخذتهم الصائقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين سبحان الله طبعا أيها الأحبة الصائقة قلنا هي ترددات صوتية اهتزازية شديدة ويقول العلماء إن الإنسان إذا تعرض لترددات عنيفة صوتيا طبعا فإن جسده يبدأ بالاهتزاز والرجفان يبدأ يهتز يتجاوب مع قوة الاهتزاز طبعا القرآن حدثنا عن الرجفة أيضا وهذا يتطابق مع الحقيقة العلمية طبعا الله تعالى قال أيضا عن عذاب ثمود قال سبحانه وتعالى فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فأخذتهم الرجفة سبحان الله يعني وصف دقيق أيها الأحبة تحدث عن الصيحة وعن الصائقة وعن الرجفة وكلها مراحل متسلسلة للتدمير بالصوت من يستطيع أن يصف هذا الوصف الدقيق أيها الأحبة في ذلك الزمن هل يوجد تناقض بين آية وأخرى آيات في القرآن عدة آيات تحدثت عن إهلاق قبيلة ثمود إهلاكهم بالعذاب هل هناك تناقض يعني قد يقول شخص هناك تناقض مرة تقولون الرجفة أو مرة يذكر القرآن الرجفة ومرة الصيحة ومرة الصائقة فيقول لك إن الذي ألف هذا القرآن طبعا كما يقول بعض الملحدين الذين لا يعلمون طبعا إن القرآن متناقض يذكر الصيحة ثم الرجفة ثم الصائقة تبين لنا من خلال الحقيقة العلمية أن الأثر التدميري للصوت يملك عدة خصائص إحدى هذه الخصائص الرجفان أو الرجفة لأن الصوت هو ترددات صوتية وهذا الصوت يحدث صواعق أيضا تصيب هؤلاء الناس فإذن الإهلاك قوم ثمود بالصائقة أو بالرجفة أو بالصائقة هي مراحل إهلاكهم بما يسمى إذا أردنا أن نطلق تسمية حديثة بالأسلحة الصوتية وهذا لا يوجد فيه أي تناقض أيها الأحبة لذلك الله تعالى قال ولو كان تحدث عن هذا القرآن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا سبحان الله طبعا أيها الأحبة في الآخرة ما الذي سيحدث أيضا الصوت سيكون له أثر كبير تدميري في الصيحة الأولى أو في النفخة الأولى طبعا النفخة الأولى أيها الأحبة تنتهي بها حياة الكائنات من بشر وكل شيء ينتهي كل من عليها فان طبعا يمكن أن نسميها نفخة الموت فالله تعالى يأمر إسرافيل عليه السلام أن ينفخ في الصور نفخة قوية تكون سببا في هلاك جميع المخلوقات بما فيها الكائنات التي تعيش على كواكب أخرى خارج الأرض الله تعالى يقول ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما أي في السماوات في الأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير كل هذه الكائنات سوف تفنى كل شيء سوف يموت حتى الملائكة حتى كل شيء ويبقى الله سبحانه وتعالى الذي ينادي في ذلك الموقف ويقول لمن الملك اليوم من يجيب فيجيب الله تعالى ويقول لله الواحد القهار سبحانه وتعالى الحقيقة أيها الأحبة بعد أن يأمر الله تعالى إسرافيل بهذه النفخة يقول عز وجل ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله كل شيء سوف يصعق ويموت وينتهي طبعا ذكرنا أيها الأحبة علاقة بين الصوت والصاعق لأن الصوت المرتفع جدا جدا يملك قوة تدميرية تتحول إلى صاعقة محرقة أكثر من النار سبحان الله العلماء اليوم يحاولون الحصول على الصوت يكون له أثر تدميري كسلاح ولكن لم يستطيعوا حتى الآن كأن هذا الأسلوب من أساليب العذاب خاص بالله سبحانه وتعالى أهلك به هؤلاء المتكبرين طبعا أيها الأحبة عندما حاول العلماء اختراع الجهاز يعطي صوت قوي جدا مدمر كان الشكل الجهاز يشبه البوق هكذا مثل المخروط يعني طرف رفيع وطرف واسع فهذا البوق أو هذا يعني يشبه المخروط هكذا هو أفضل وسيلة لتضخيم الصوت ونحن نعلم مكبرات الصوت يكون شكلها قديما كان شكلها هكذا ضيق من مكان إصدار الصوت ثم يتسع يتسع تدرجا لأن الموجة يمكن عند مرورها بهذا الشكل أن تتوسع وتتضخم ويخرج صوت قوي جدا سبحان الله يقول الباحثون في هذا المجال إن أفضل طريقة لتوليد أخطر أنواع الذبذبات الصوتية الفعالة والشديدة هي أن تولد الصوت من خلال ما يشبه البوق على شكل حلزون هوائي وهو جهاز يشبه القرن لأن هذه الطريقة ستولد يعني موجات صوتية ذات ترددات تحت صوتية أو ما يسمى إنفرا ساوند والتي تعتبر هي الأخطر على الإنسان والحيوان والجماد الترددات المنخفضة جدا خطيرة جدا أيها الأحبة إذا كانت شدتها عالية طبعا هذا القرن أيها الأحبة يقول العلماء يكون أكثر كفاءة لإنتاج الأصوات المميتة سبحان الله وصف قرآني دقيق يقول تعالى ونفخ في الصور الصور هو الله أعلم طبعا نحن لا نتنبأ بعلم الغيب ولكن نستطيع أن نتأمل هذه الآية ونقول إن الوصف القرآني لكلمة الصور يعني دقيقة جدا لأنها تتفق مع التجارب العلمية وهذا موجود في التفاسير ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون طبعا ابن كثير ماذا يقول أيها الأحبة في تفسيره يقول والصحيح أن المراد بالصور القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام ولذلك عندما سأل العرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الصور؟ قال عليه الصلاة والسلام قرن ينفخ فيه رواه أحمد طبعا هنا معجزة نبوية أن النبي تنبأ بشكل الصور أنه على شكل القرن لتضخيم الصوت وهذا موجود في القرآن الكريم وتم إثباته علميا أن أفضل شكل لتضخيم الصوت هو هذا الشكل ليصبح صوتا مدمرا أو قاتلا سبحان الله أيها الأحبة النفخ الثانية كيف ستحيي الموتى إذن الصوت يمكن أن يكون له أثر تدميري ويمكن أن يكون له أثر في إحياء الكائنات شيء يعني عجيب سبحان الله طبعا النفخ الثانية ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون هذه نفخة الحياة تكون سببا في إحياء جميع الخلائق وقيامهم من تحت الأرض وطبعا يتساءل البعض ما هو سر هذه النفخة نقول أيها الأحبة للصوت تأثيرات كثيرة جدا ليست فقط تأثيرات مدمرة بل هناك تأثيرات نافعة أو مفيدة فقد أثبتت الأبحاث الحديثة أن كل شيء في الكون له تردده الخاص ويسمى الرنين الطبيعي فعندما يتعرض هذا الجسم لتردد صوتي محدد يساوي الرنين الطبيعي لهذا الجسم فإنه يبدأ بالاهتزاز والتجاوب ولذلك فإن الترددات الصوتية إذا كانت في مجال تردد واسع سوف تستجيب لها كل الموجات الصوتية أو كل الترددات الصوتية التي تتمتع بها الكائنات الجماد الإنسان الطيور الحيوان إلى آخرين طبعا هنا أيها الأحبة الخلايا أصلا تصدر صوت الشمس لها صوت الذرة لها صوت نتيجة اهتزازها لها تردد محدد الأرض لها صوت الثقب الأسود له صوت كل شيء سبحان الله وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن ماذا قال هل قال لا تعلمون أو لا تسمعون قال ولكن لا تفقهون يعني نحن علمنا أن كل شيء له صوت واستطاع العلماء قياس هذا الصوت وتسجيل هذا الصوت ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا سبحان الله طبعا أيها الأحبة الصوت له قدرات عجيبة في الشفاء وتناولنا هذا في بحث الشفاء بالترددات الصوتية القرآنية التي تؤدي إلى إطالة عمر الخلية إلى تنشيط هذه الخلايا الباحث الفرنسي مثال يعني باحث فرنسي اسمه فابيان اكتشف أن للصوت قدر على تفجير الخلايا السرطانية وبنفس الوقت ينشط الخلايا الصحيحة ويؤهلها ويساعد الجسم على التخلص من الأمراض المستعصية من خلال تنشيط الخلايا المناعية في جسم الإنسان طبعا أيها الأحبة النفخة الثانية الله أعلم بها ما هي الترددات ما هي الشكل الذبذبات التي يعطيها الله أعلم بها لم يوضحنا القرآن ولكن الذي نعلمه أنها نفخة حياة وبالفعل أيها الأحبة كل الخلائق تفنى الإنسان يفنى ولكن يبقى لابد أن يبقى منه شريط يسمى شريط DNA الشريط الوراثي هذا يبقى حتى ألاف سنين هناك يعني كائنات مضى عليها ملايين السنين لذال تركيبها الوراثي موجودا ويمكن اكتشافه هذا التسلسل الوراثي حتى الآن المهم أيها الأحبة هذا الشريط الوراثي فيه سر الحياة موجود داخل نواة الخلية في أعماق الخلية طبعا أيها الأحبة هذا الشريط له يهتز ويصدر ذبذبات صوتية ويتأثر بالصوت أيضا فمن الممكن أن هذه الترددات الصوتية التي تأتي من خلال النفخة الثانية ثم نفخة فيه أخرى تؤثر على ما تبقى من الكائنات الحية والبشر وغير ذلك فتعيد إحياءهم من جديد وتركيبهم بنفس الشكل الذي كانوا عليه في الدنيا أو بمواصفات يعلمها الله سبحانه وتعالى الصوت له أثر في تنشيط الشريط الوراثي وإعادة الحياة له ومن ثم إعادة إحياء خلايا الجسم بالكامل لأن الجسم كله عبارة عن شريط وراثي كل خصائصك أيها الإنسان موجودة على شريط وراثي لا تراه إلا بالمجهر الإلكتروني صغير جدا كل المواصفات لذلك هذا الشريط يكفي أن يبقى منه شريط واحد فقط منك أيها الإنسان يمكن إعادة تركيبك بالكامل يعني هذا من النحية العلمية غير مستبعد منطقي لأن الخصائص الوراثية موجودة فإذا توفرت الإمكانية لنفخ الروح ولإعادة الخلق فيمكن تكوين إنسان جديد بنفس مواصفاته في الدنيا لذلك عندما ينكر الكفار عودتهم أو ينكرون البعث ينكرونه عن جهل وليس عن علم لأن البعث لا يتناقب مع الحقائق العلمية أيها الأحبة وبالتالي شريط دي انا يمكن بقاؤه مئات الألاف من السنوات ملايين السنوات لا يتأثر بالحرارة لا يتأثر حتى الحرائق لأنه هو عبارة عن تسلسل وراثي يعني عبارة عن تسلسل وراثي يمكن أن يتحجر أيضاً ويبقى موجوداً محفوظاً ربما ملايين السنين المهم أيها الأحبة الذي نريد أن نقوله إن القرآن الكريم يحدثنا بشكل علمي وبشكل لا يخالف العقل يعني إعادة الخلق شيء يتفق مع المنطق العلمي اليوم ليس غريباً إذا كان لدينا شريط وراثي لإنسان أو لمخلوق يمكن لو امتلكنا هذه التكنولوجيا المتطورة وهذا طبعاً بيد الله فقط لا يوجد مثل هذه التكنولوجيا لا يملكها أي إنسان هذه التكنولوجيا بيد الله سبحانه وتعالى هو القادر على الخلق هو المختص بالخلق هو الخالق هو الخلاق سبحانه وتعالى وبالتالي أيها الأحبة فإن يعني الآيات الكريمات لا تتناقض مع العلم الحديث أبداً ويمكن أن نختم ونقول أيها الأحبة إن وجود هذا النص القرآني ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون هذا النص لا يتناقض مع العلم الحديث ويمكن إذا أحببنا أن نفهمه من الناحية العلمية يتطابق مع الحقائق العلمية فكيف تنكرون البعث أيها الملحدون كيف تقولون إن الله عاجز عن بناء إنسان جديد وهو الذي خلقه أول مرة قال تبارك وتعالى في أواخر سورة ياسين وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم فهذا الخالق العظيم الذي صنع هذا الشريط الوراثي الذي منه يركب الإنسان قادر على أن يعيد بناءه سبحانه وتعالى ونحن عندما نسمع هذه الآية النفخ بالصور ونتأمل القوة التدميرية للصوت من جهة وقوة تأثير الصوت من جهة أخرى على في مجال الشفاء والتنشيط الخلايا وإلى آخره يعني للصوت مفعولين مفعول مدمر ومفعول حياة مفعول موت ومفعول حياة إذن الآية الكريمة تتطابق مع الحقيقة العلمية أيها الأحبة بل تعتبر إعجازاً علمياً أنبأنا عن أشياء لم نكن نعلمها من قبل ولم يكن أحد من البشر يعلمها في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وآخر دعواناً الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ورحمة الله وبركاته